محمد عبد النور بهياني إمام أستاذ هذا المؤتمر الذي حضره اليوم الطبيب رفقة السيد الإمام والذي يتحدث عن صيام شهر رمضان هذه المؤتمرات تزيد ثقة بين الفرد المريض وكذلك الطبيب وكذلك الإمام أشدنا بالمحاضرات التي تحدث فيها الأطباء عن دور الإمام وكذلك عن دور الطبيب الذي لابد أن المريض يعي جيدا بأن الله سبحانه وتبارك وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذه الأجساد هي أمانة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى فلابد أن يعتني بها الإنسان أيما اعتنى فمن لم يستطع الصيام فإنه يستطع قراءة القرآن مساهمة في مطاعم الرحمة التسبيح التذكير وبر الوالدين تربية الأبناء كل هذه عبادات تفضلوا في شهر رمضان وهناك أثر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الفريضة في شهر رمضان بمنزلة سبعين فريضة فيما سواه والنافلة في شهر رمضان بمنزلة الفريضة فيما سواه ففقط المريض يخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى ويعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بالإمكانات المتاحة عليه فلا يرهق نفسه فالجسد هذا يستطيع أن يمشي به إلى المسجد إلى المدرسة إلى زيارة الأقارب وغيرها من العبادات والطاعات ونجد في شهر رمضان يعني يتنافس أبناء وطننا في عمل خير سواء في المطاعم أو في المساجد أو يعني كثير من السلوكات الجيدة التي نجدها في رمضان نثمنها ونطلب من إخواننا المداومة عليها فشهر رمضان صحيح هو فرصة سانحة لكن هو بداية انطلاق جديدة لكل عبادة ولكل طاع شكرا لك سيدي بارك لأوفيقشو